انتو ما تسمو في كلام رمضان طرق الحنش على اي فان احلى غاديو لاحدش وثلاثة دقائق رجعنا معكم في كلام رمضان الانترفيو كل تحييلكم متابعين وانما كنتوا في المتابعة في جزء ثاني من الحوار واخر حوار لينا في كلام رمضان الانترفيو يحضر معانا النجم الممثل الكبير فتحنا الداوي اهلا وسهلا اهلا بيك يا مرحبا فرحانين برشا اللي انت بحذي ناسي فتحي احنا فرحانين احنا بحذيكو نورتنا صحة شريبتك اه صباح ساعة ورمضان صباح بقى خفيف السنة خفيف ايه خفيف التقس بهي موت كبدا التقس بهي وتعرف رمضان مربوط بالكبدا سخانة بارشي طعب عموما في البرد ولا في التقس المتوسط تمشي الامور ومختلف وقت اللي مفيهش اه ضغط انو عندي عمل قاعد يتعدى والاصدق متاعه نفس الشي نفس الشي عموما ممكن فم ضغطه من عمل ولا بلاش فمش ضغط لهك الهك نو 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 عموما الممثل مايكونش عنده ضغط انو عمل امتاعه اتعدى ولا فتح الهدام خصوصا نحن على اه نحن على اه علي كنش مثلين اكيد تم نوع من الانتظار ولا من التشوق ولا من الفضول اه عند اه الناس انما هو في المحصلة بعد اه ثلاثة اربع يام معدش يتحكي عليهم بكل مسلسات الفضول هذي يتنحى بتعدد التجارب اه بنقص الشغف بشني يتنحى؟ او يكتسبوا بشوية 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 يتأثر بما حواليه يعني كتقولي طبعا فتح الهداوي من الحصاد من العاصفة من التسعينات فالتالفزة لم يفهمش الضغط متاع العمل قاعدتها نو 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 ابدا نو هذا الشخص هو ممثل وقتش نجمه نقوله هذه الجملة فتح الهداوي هل بمجرد انه حاضر في اوني كرياسيون ولا لا؟ مفهمش سؤال هذا هذا الشخص هو ممثل وقتش نجمه نقوله على الممثل ممثل بمجرد انه يحذر في عمل في كرياسيون هو سيئ ممثل وللزم حاجة اخرى تتأكد اذا كان بش نحكيه على ما يكتب في الهوية بتاقي تعريف او في الجواز نزلنا نحط واحنا المهن هي مهنة اثباتها يكون بتعاطي هذه المهنة او بتعمل مع هذه المهنة لكن ان تكون ممثل ممثل كما اي تلقى في بطاق تعريف مثلا مكتوب فلان صحافي فلان طبيب فلان مهندس محامي عام اليومي كبير المشكلة مهيش في الصفة المدنية يعني السيفيل الفرق هو اندرات بيب باهي غول لا هو فعلا تبيب صحيح ولا لا الفرق كما هو فعلا ممثل ممتاز ولا مخرج ولا صحافي ولا مغني وش هو اللي خلينا نقول هو فعلا ممثل ممتاز اداء من الناس خطر كل شيء اداء ما هوش هوية ما هوش بتاق تعريف اداء لذلك تقق الفروق يقول لك فلان امشيل فلان مثلا جراح مهم ولا امشيل فلان محامي كبير ولا امشيل فلان اداءه اداءه يعبر عليه وتقييم اداءه الممثل عنده قواعد ولا لو ينجم هنا يعجب وهنا ليه عموما الحاجة اللي به هي يقع عليها نوع من ال اجماع نوع من الاجماع ها بطبيعة الحال الاجماع اللي الف المئة دي ما مشبوه يا ف المئة دي ما يخوف لا مشبوه في حاجة انتخابات تسعين بالمئة تخوف كل شي فيه اجماع دائما فيه نوع من الريبة أو من الشكوك لكن كيكون انسان يعطي انتباع عام به فهو عموما مقبول يعني عند الاطراف حتى تكون متناقضة في اشياء والاعجاب والقبول هو فيه زادة تلوينات دي نيانس فما اللي يحب ممثل فيه ادوار معينة ثم اللي يحب مخرج فيه افلام معينة فما اللي يحب مهندس معماري فيه اه بنايات معينة يعني ايك فما ولكن ما تنسيش اللي يحكمه الحكمه عند عند الناس عند العام المتلقي عند المتلقي والمتلقي موش ديما يعرف بالضبط على شنه قاعد يحكم فما العواطف الجياشة فما اه الاحاسيس اللي تنجم تكون ماش في اله في صميم الموضوع تكون متأثرة جانبية ايه فهذا خليط كامل يكون نوع من الانتباع الخيال الواسع هو ضرورة عند الممثل؟ يعني ممثل ما عندوش خيال كبير كل اي مهنة تفترض انه يكون فيها خيال اذا ما تماش خيال ما تماش انجاز حقيقي خيال عند السياسيين يجب يكون يكون عند الفنانين عند المعلمين حتى وان كانوا مثلا معلم او استاذ مربوط برنامج مسطر برنامج مسطر ضمن هذا البرنامج ضمن هذه المفردات يجب ان يكون عندو خيال بداغوجي خيال تصعيدي خيال توليدي حتى يوصل المعلومة لانه هي طريقة الخيال هي كيفاش كل حد يوصل الحكاية متاعه للمتلقية الممثل فتح الديو نحكي وتوى على فن الممثل بعد ما يوصلوا النص يقرأ الشخصية ويقتنع بها اول خطوة نحو بناء الشخصية فاش تتمثل؟ شو اول حاجة؟ شو اول حاجة تركز فيهم، المشي، الصوت، النغمة، الحركة؟ شو اول حاجة تركيز بالمعنى اللابوراتوار يقول الموضوع بكله بعد واحد واحد ينظم روحه ينظم روحه ينظم يتموقع يتموقع في الذين يتموقع فيما بعد فيزا في دولوتر يعني انت فقط تخذها تصدق لي انت هو ذاك لفري السيد هذا الموضوع لفري الحاج لعبة كما مفت في صور هاو عبطالية هاو هزو نفضوها وكذا ما عنده حتى عليها بالحقيقة الكاتش سراع الكاتش اي الكاتش هذيك نشوف فيه وكله عبارة على مسرحة لصراع جسدي وجسماني من خلال الكاتشورة ذو كشخصيات يعملوا حاجات عجيبة غريبة كل ما في الامر انه القسم المشترك بين جمهور الكاتش وجمهور المسرح وجمهور السينما انهم لكل يعرفوا لهذاك ما هوش بالحق اما يصدقوا ويقلقوا ويعايتوا ويتمهى ويبكي ويضحكوا ويحسوا ويكره ويحبوا الاخرية وهذا هو موضوع الدراما اقرب حاجة للدراما هي الكاتش هيا الكاتش طبعا مفياج اهذي هو هك يقول وقت توصل النص للممثل لازم تكون فيه ثغرات والممثل لازم يمليهم هو يزيد وحده كامل نجم جديد على شاكس بيرش بجديد ولا على صوفوكل ولا على اوريبيد ولا على كورنيه ولا جديد ما عندك ما تزيد لكن اه تنجم تعمل ادابتاسيون ولا يفهم اكلم في الادابتاسيون ايه يجب يكون فهم كلام فهم النصوص هذي كهي يجب يجب تقولها كما هي بطريقتك طبعا والطريقة هذي تنخرط في وجهة نظر المخرج والممثلين وكذا والمشروع ككل وفهم عمل يكون يكون حتى زادة وصلنا حتى عملنا ارتجالات توصلنا الى النص يعني تراكم الارتجالات هو اللي يوصل للمص النهائي يعني العكس تماما ارتجال وورا ارتجال وارتجال ويصبح نص يصبح نص عديد من المسرحية تبديت هكا ايه احنا مجمل اعمالنا في المسرح الجديد عرب والعوادة وكلهم كهكا كهكا كانوا ارتجالات هيا نطلع ونشوف و اشتاعتي هكا اول حاجة لا ارتجال ما نقطر واحدة خطر عنا حكاية نحبو نحكيها فهم فكرة اصلية فما فكر أصلي فما إيطار أصلي وبعد عليه هو نبنيه بشوي بشوي في بعض الحيان حتى تبني حاجة اللي تشد معك صحيح تعج بك مدة أسبوع وبعد المعاودة تظهر لك لا فتتنتقل حاجة أخرى هذي دربة كبيرة الممثلين وفما الناس دائما اللي هما يدونوا لك الشي اللي صار ويخدموا عليه فيما بعد حتى الين تلقى الهيكل انتهى المسرحية بشوي بشوي طبعا هذي غير مسموح به كثيرا في السينما أمام الكاميرا لأنه مش نفس الوقت مش نفس التعاطي مع الموضوع في الكلمات محسوبة أمام الكاميرا محسوبة لأتناجم ترتجل زيادة أمام الكاميرا لكن مش في نتاق معين ترتجل بدون أما نحكيك على قدام الكاميرا نحن قاعدين نصوره أما في المسرح قاعدين نباره طبعا في المسرح يصعب انك انت انك 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 ترتجل بقدام الجمهور مباشرة مباشرة صعيب ولو انه فما الناس عملوها نوع من لم يجمعهم يعني تفادلكوا بها هما عموما صحيب الكوميت دلارتي مبنية أصلا على الارتجال النص يكون جانبا مثلا الكوميت دلارتي هي النوع اللي هو مبني على أنك ترتجل لأنه شنو الحاجة الفيكس في الكوميت دلارتي هي الشخصيات سقنريل وبونتالوني وكذلك لكن ترتجل زيادة في منظومة معينة فكرة معينة لانك تخون الشخصية الأساسية والبارامتر متاعها والكاركتريستيك متاعها وتقوم ترتجل تبدل الشخصية ما يجيش واصلا في الكوميت دلارتي الشخصية اللي تأدية لازم تكملها الكل تقعد فيها عمرك الكل اي هكا عموما اي هكا عموما اي فهذا نوع من الارتجال هذا انو احنا في بعض الاحيان ممثلين في الخارج عملنا زادة الارتجال على الرينج متاع البوكس اي يطلع واحد ما يعرفش بشي يقول يبدأ هو يخلط الاخر يزيد عليه يخلط الاخر يزيد عليه وذي كانت فيها برشا جولي انو دبار الممثلين من الجنسيات مختلفة اي اي اذا منطقة فعيد مختلفة اذا من خيال كل واحد وكذا لكن كيفاش نوصل بشوية بشوية نبنيو حاجة متفقين على الناس كل من خلال الارتجال متوحش يعني بفهم حد شيء متفهمين عليه فهذا يعطي في بعض الاحيان مواقف ووضعيات عجيبة غريبة لكن فيها طريفة برشا طريفة برشا حتى في تونس كانوا يجيوا من خارج يجيوا يصيروا مسابقات ودورات في الارتجال وتصير منافسة توينسة ضد الدول الأخرى هاي تولي اندي فيديو مع اندي فيديو معاش تنتفي انك انت تونسي واذا كذا ففي خضم الموضوع شخص وشخص اشخاص مواطني ممثلين من عدد شنو تدافع لستيميلان اساسي انه كل واحد بتبعت الحال بشيحكي حكاية تخصوه وهو بعد بشوية 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 اكل ذاتية هذيك كلها تقرب بعضها وتمتزج وربما هذا هو الجانب المضيئ في الحكاية كل هذا الجانب المضيئ في الحكاية كممثل يميل فتح الداوي احيانا انه يزيد تيك للشخصية نحن نلقاو ساعة دي تيك في الشخصيات حتى ما هو مش يعني كبار ياسر مش جسد كبير يتحارلك فيه مثلا رئيف اللي يحل عينيه ياسر في المنارة ييكلك بطريقة واضحة ياسر وليتيك هذوكم الحدبة حتى في أولاد الغول زادها شبان تيك معناها بون ليتيك هو ليتيكارو هو نوع من من المرض النفسي او من الاشكال النفسي بسيكاتريك معناها اللي تبع الشخص اللي في بعض الحيان ما نعرفوش اسبابه الحقيقية نيرت عمله ومسرحيات وأفليه مع الموضوع هذا اللي في دونير وكي تيكار كتبوا أوليفر ساكس نفس أوليفر ساكس كتب مسرحية عظيمة نعرف هنا عملوها لبوف دينار اسمها المثلو فيها أصدقائي وبعد أن خدمت معهم لتعدي بوف دينار وكانت مسرحية غريبة لأنه سابال لتيكار ممثلين قضاو ثمانية أشهر يمشيوا كل يوم للمستشفيات يشوفوا يحاولوا يفهموا شنية حكاية لتيكار اللي يكلمكو يعمل هكا مثلا شنو ما هذوم حاولوا يفهموه واختلتوا بيهم وقعدوا معهم وكل انتلاقا من نص مكتوب اللي ترح المواضيع عظومة اللي هو نفس أوليفر ساكس اللي عمل ليفايو وكان هو معهم كذلك هو موجود معهم هو موجود معهم فاتيك ما نعرفوش بالضبط يبدو علميا ما نعرفوش بالضبط منين متأتي شرطان ما هم متوفوا ولا من كذا المطور العصبي فيه حاجات اللي منزال العلم معرفش تاريخ خاشنية بالضبط حددها بالضبط شنية القصة اللي لدي من قوديمة دي كار نقوديمة ويدل على انه فما مشكلة نفسية نفسية بسيكو موتريس يعني الحاج مثلا في الليل المفيدة كهز خشمه وعينيه ياسر عنده مشكلة نفسية عنده عنده حاجة عنده خاتر زادت شخصية نجم تدخلها بالعهر لأنه كل واحد عنده نوع من العهر وعنده قوة أخرى في شيرة أخرى كما المتوحد مثلا تنقص من شيرة تقوى من شيرة كما الضرير يسمع مليح كما ربما البكوش يشوف مليح يحس يحس سبحان الله تنقص حاجة تقوى حاجة أخرى بالذبت بالذبت فالتيكة تكون موجودة ترتح الممثل كيف يبدأ عنده ركزة يتكى عليها التيكة هذي هو مش مجعولة بش ترتح ومجعولة بش تكون هي عنصر من العرش تكوين الشخصية إضافة هي إضافة أو حاجة جوهرية حاجة عضوية فيه مش كوش فوق منها بالعكس هي من الأصل ترتح من العرش ومجال تعراحها ولا يجنسبها دزاجها لازم يكون فيه تركيز كبير لا تكثر منها لكن في هذا المخرج ينجم يقول لك زيد منها عندها 100 وإلا نقص وينجم في المونتاج ينقص منها ولا يزيد منها لازم تحسبها لازم تعيشها ووقت اللي تخرج تخرج ذكا هو ذكا بالضبط الممثل ما هو ما وصل به الإتقان والخبرة ديركسون دكتور في العمل تبقى لازمة حكيو على عمال قدام الكاميرا على الأقل أنا أظن اللي هو عبارة على حوار يصير ما بين المخرج اللي عنده النظرة الشو مليئة للعمل وبين الشخصيات بين الممثلين بالتالي هو يرتب في الشخصيات أنه شنو ديركسون دكتور مش مثل هكا ولا أعمل هكا هو كيفش يوصل المخرج أنه يخلق الونارموني بين طريقة اللعب بمثلين الكل بمعنى كينو قدام كوركستر هذا عازف قانون وهذا عازف دربوك وهذا عازف سيفريكي الجو المم مرسو مجمي المم بارتيسيون يعني النص السولفاج المكتوب تشيلو مش هو المكتوب للعود مش نفس الشي نو مش هو المكتوب للباتري ومش هو المكتوب للبناي لكن خدمتهم مع بعضهم هكذا تعطي ساتة هارموني وش كل مسؤول على هارموني الموزع ملاحن في بعض الأحيان ولا شيف دوركستر دونك نفس الشي شيف دوركستر هو المخرج هوني طبعا نفس الشي تمثيل كل كل ممثل يعزف على آلة لكن منجمش يكون فما نشاز شكون مسؤول على الوحدة الأسلوبية في الخر بكل فما هو المخرج لكن منجمش المخرج يكون مسؤول على حاجة هي منوولها مبنية على خنان يزم يكون سيناريو فيه متكون من شي ذاي فيه محسوم موضوع الوحدة الأسلوبية شنو الوحدة الأسلوبية هي كيف إيش أنت كيتكتب بطبيعة الحال اللي يكتبوا له اللحن ملحنش في مقام واحد مقامات مقامات أما كيفاش يتحول من مقام المقام كيفاش كيفاش يتعدى من نوتا النوتا كيفاش يتعدى كيفاش يتعدى من مقام المقام موش على كيف وبرش أما ذكا هو كيفاش كيفاش يتعدى من هذا الهذع نفس الشي بالنسبة بالنسبة للإخراج أعتقد أن المخرج أمام المدارس المخرجي يزم يعرف الرسم يعرف النحت يعرف الصورة الشمسية يعرف الضو ويعرف الأحجام مولم بالمدارس مختلف المدارس مدارس الجمالية باش ما يخلوضش باش ما يصيرش عنده عنده انفلات أرا ذكر الانفلات باش ما يصيروش انفلات مش ما يصيروش انفلات يولي يولي كيتش يولي خلط بتاع أنواع هو مش مسؤول عليه خوضة نزل الكيتش ألوكو أحنا في الكاتش أحنا في الكاتش بالضب نزفون بزوان المسؤول على الأرمونية دي هو اللي يكتب دابار يحط الكتابة الأولى يحط لجالون يعني يحط الأسس المخرج يجي باش يليقل الدنيا هذي 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 أنه موش على كيف تعمل والحجم الهنا قدش فيما هو من هوني ولا قدش فيما هو من هوني قدش العلو الحجم انتعلقت والحركة انتع الكاميرا والضوم انتعلقت هذوما الشيء تحدد قبل كل شيء بعد شنو اللي فيه مربوط بالحجم يعني الحجم يعبر شنو اللي فيه مش حاجة اعتباطية ما معنى الحجم الحجم لفالور دي بلان نحب ناخذلك عينيكة كهولوية ناخذلك في عينيكة بير بي سيري غرو بلان سيري غرو بلان تري غرو بلان كدير وفاما موفمان موفمان فاما ترافلين الموفمان تفاعل ممثل مع كل هذية نرجع معنا بعد الفاصل فتح الهديو قادم معنا رجعين معكم بعد شوية في حوارنا في كلام رمضان لانترفيو لحظة 24 دقيقة رجعنا معكم في حوارنا مع الممثل فتح الهديو أهلا وسهلا مجديد فتحي أهلا وسهلا كنا في الممثل وفنونه وتقنياته بين الذاكرة اللي في عليا والوبسيرفاسيون ونو يلاحظ وين أكثر فتح الهديو في أداء والشخصية تختلف من شخصية الشخصية مثلا نهزك خصيصا باش من نضيعوش مشهد الاعتراف رئيف الريم كانوا قل لك نحبك تاخذني تقبل نعرسه اعترافات كمان هكاكة يجبد من ذاكرة متاع مشاهد كمان هكاكة ولا ينظن مشاهد شعورية مثلا يجبد من كل شي معنا يجبد من الشي اللي شايفه اللي عاشه اللي قراءه اللي اسمع به اللي حكاوهول اللي كل كون خلاص متاع شاي تخلي يتصرف بطريقة دون اخر فماش قانون في الموضوع داي وكل ممثل كيفاش راهوه فممثل يجبد من الذاكرة متاعه فممثل يجبد من الذاكرة ومن الحاجات تسمع به فريمان انتي مفتح لهذا ممثل كل مرة كيفاش سا ممثل معناه انه التعبير هذاك وما يغزورش في عينيها ورأسه للأسفل هي يعطاتك كاكة وقتها ظهور لي لي هكاكة جي هكاكة بنت وقتها معناه يظهر لك ساعات حاجة هكاكة فتطلب اعادة تصوير المشد لانه بعد ما عاش ظهرتلك هكاكة من مصلحتنا الكل انه كي نعملو حاجة تخطف من الأول أما نستطيع اكتف دي شوز في اللقطة مثلا تصور لقطة تصورها مثلا ثلاثة أربعة ماذا بيك المرة الأولى الفرشة الأولى تحب تعاود ساعة ساعة يقول لأولا يس 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 تحب تعاود يفو أميليوري بعض الحيان انتي جيت طبها تطلع كاكة وبر الانرجي وراء ستري فما حاجة متحرك دائما يجب يكون شعورك متأيقض وإحساسك متأيقض باش تكون دائما ضمن السردية تتطور تفاعلية هو من نوع المشاهد اللي من المرة الأولى ربما مشاهد نعتقد اللي بيش نحلوها مرة الأولى ترسين نوحلو فيهم فما مشاهد أو لقطات نعتقد اللي بيش نحلو فيهم وريقلوهم بسرعة هذا يزيد الطبيعة العمل ما فماش قانون فماش قانون في هذا فماش قانون يوربا فماش فماش حرية كبيرة الحرية أنت تعملها الروحك هو من العمل هذائي الخدمة متاعنا هي ساعة في بنيتها الانتاجية وكل ميليتاري زي كل واحد عنده خدمته مسؤول عليها وعنده حدود مقنن بخدمة العبدالغري فسد البيعة هو بازل إذا تنحي منه حاجة لا تدخل بعضها فعلى قدمه ريجورو الموضوع ومقنن وعلى قدمه ضمن هذا كله فم مساحات للحرية كبيرة سبحان الله فم مفارقة غريبة في الخدمة هذه وهذا الجانب الطريف اللذيذ أنه حاجة محدة ريجوروز لكنها حرية في نفس الوقت فيها ضمنها الداخل في مفردات مساحة من الحرية مساحة كبيرة مثلا دنتي في النوبة جاسد يحكي ياسر لغة الجاسد تحكي ياسر هل هناك تركيز آخر هل هناك شيء أخر يجبد منها الممثل أم سيجن لا كيما داندي فم نصنعرفهم هكيك هم دائر سكفي شوما ستلهمت منهم شوية يعني تصوير شفتها قبل شفت حاجات تشابه و سي جامي اكزاكتما للمشوز هي عبار على اميكس هم كيما ميكسر خلطت و تخلط مجموعة من الصور وخلطتها سي اميكس ما نعرش فيه لا وعي فيه فيه الحاجات اللي شوتهم فيه حاجات سماعتهم فيه حاجات تفرجت فيهم اكيد يعني هذي كلهم اكيد احتاجت فيه شخصية مرة انك تمشي تشوف على عينيك من الواقع الشخصية هذيك احتاجت وقت اللي عملت سفايح من ذهب شو سفايح من ذهب عملت بحث معين شفت شوية شخصية والتشدد وقت اما اكثر حاجة اللي هي مجنون اللي هو كان العمل فطلبت من الوزارة والإدارة سعليب العربي برك الله فيه ربي فضله ستادنا الكبير مديرنا قلت له انا نحب نجرب لانه يحكي على شخصية مريضة نفس سنين قلت له نحب نشوف شنو معانتها انسان نتخلي وخرج في الحلة بقانح نشوف نشوف ها وعاوني باش خدينا رخصة من وزارة الصحة باش نجمت نعمل زيارات مدة شهر او اكثر لسبيتار منوب شهر وانتي ماشي جاي على الرازي على الرازي كل يوم وكان يأثر فيا الله يرحمه ما عنده برش متوفق بروفيسور فخر دين الحفاني ومسيكياتر كبير وهو اللي فسر لي علميا هذا باش بيه هذا شنية مشكلة وهذا كذا هكيك ادخلت للعمل هذا يوميات مجنون باش فهمت الشخصية اللي انا شنية نوع شنية يجع فيه موصلت تتمهى معاها كان ما شفت على عينيك حبيت نشوف نعيش تجربة اني نشوف كيفاش ما نحاول نتمثل ريال ما شنو معنى ها واحد اخرج من عقله شنو معنى ها واحد اخرج من عقله ولا اتخلي في القلص ولا ما ما عاد شي وفهمت اللي كل واحد فينا نجم يخرج من عقله في كل اللحظة اللي عندهم امكانية انهم يصرفوا اللواعي متاعهم شمعنتها اللي عنده امكانية انه يعبر باللواعي متاعه هو ربما عنده نوع من الحماية خطر شي يصير هو يصير انه اضطراب كبد اضطراب يصير اضطراب يولي مثلا على مستوى اللغة يولي الكلام ما يعنيش المعنى متاعه مثلا يقول كذية دابوز يقول كذية يشتف يوندي رحمة لك دابوز هو الدال المدلول يتفصل على بعض عش مربوطين ببا عش مربوطين يولي عنده هذاك ربما الفنانين عموما ها و بعض المهن الاخرى عندهم حماية لأنهم خدمتهم هي في اللواعي انتي من بين الشخصية من بين الناس اللي في كل لحظة نجم يخرج من عقل ولم بين الناس الاخرين اللي عبروا لا نحنا خدمتنا خارجين من عقلنا خطر نحنا نحنا الكتاب والفلاسفة والمفاكرين والموسيقيين والماتيماتيسيان يعني تجي تشوف تلقى العديد من المهن وانا اعتقد انه كل مهنة تطلع بها برشا تطلع مديح بها تنجم هي تكون لك حماية يقعد عندك رجار اه 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 كيفاش قولوهما اه بريسي بريسي كل مهنة لذلك قولك مدلان مدلان لديدانتيست اه مقولوش اه تبب الاسنين قولو لا دانتاق مال فان اه مالشنو والغريب في الامن انه كذلك تتفاجأ انه انا مثلا عندي بعض الاصدقاء اطباء او بحاثة كبار في العلم في المعرفة في الاسباس في كذا توانسة وغير توانسة في سهرير حاج تفاجأ انه موسيقي عظيم لان العلاقة بين الموسيقى وبين العلم بين الموسيقى وبين الماثيماتيك هي علاقة عضوية قسم المشترك تعشا يديه اذا ما عندكش الابستركسيون ما عندكش ملكة متاع الابستركسيون ما عندكش تكون موسيقي خطر دوري ميفا سولا سي دوري ميفا سولا سي هي حاجة ابستريت وكذلك اكس فو دو او كاري فو درج نوت رو فريو كاتورز كذلك سي ابستريت لذلك الماثيماتيكين الكبار بالضرورة الموسيقية يبقو دوري ميوجيسيان عندهم سهولة كبيرة في استيعاب وفام الرياضيات الرياضيات لذلك الاطفال يجب ان يعملوا موسيقى من اللي هما صغار بشرقاء وروحهم قد قد مريقلين مع الرياضيات والمفتاح تعظو مزوز هو التجريد مالكة التجريد ما معنى التجريد الابستركسيون الابستركسيون اني كنت تقول لك حاجات في الفضاء شمعتها سلمي سلمي ففد شنو كلمة ذي هي حاجات مجردة تولي تسمح تولي تشوف شمعتها في الماثماتيك يقول لك الاكسيون ماذا شنو مجردة لحكاية مجردة لذلك في سكندنافيا اول حاجة يعلموها الصغار الموسيقى من جملك الموسيقى يعلمو من الليغو الليغو اللعب لانو في تجريد زادة لكن تجريد في زادة جانب مجرد مغير ما يفتن يتعلم الارشيكتور يتعلم المنطق ويتعلم الكيليبر ويتعلم الفيزيك ويتعلم كذا الكل العلماء الكبار لكل عندهم ملكة كبيرة في التجريد والموسيقى الكبار عندهم ملكة كبيرة في التجريد طبعا وقت شفت الفرازي في المستشفى قدامك الناس اللي فقدوا بعض من الواعي متعشرت معاه شو انتباعك على هذا العالم حب قلت كان سي سيتيارو فر راني وليت بسيكياتر مش راني وليت مجنون بسيكياتر بسيكياتر طبيب نفسي طبيب نفسي خطر زادة فما جانب عند اطباء النفسانين فما جانب انساني كبير مرشا الاستماع استماع الفهم التأثير المعالجة كذا يعني طبعا اطباء النفسانين مش كلهم في نفس المستهى فقط تتفاوت انما البسيكياتر بالنسبة خدمة عجيبة غريبة كان لك القدرة على اعادة تمشي يمكن في طبيب نفسي ربما عجبني عجبتني برشا الحكاية عجبني خاطر تكتشف بشوية اغوار الانسان بالتالي اغوارك انت تكتشف روحك الانسان وتفهم روحك بالضرورة بينصير بينصير سيئن بوميتي متري معالتها طبيب نفسي راه من المفروض كل طبيب لازمو عنده مريض واحد اه بشتتشتت اما يستاهل كل مريض يستاهل مع طبيب واحد لهي به من لول لاخر يستاهلك نتصور اذا انت حبيت تعيشها والمهنة الممثلة تعتيك فرصة بش تعيش برشا مهن انك تقدي دور طبيب نفسي نصور يغريت جد اي اديت الطبيب جراح في الايام شخصية اي اما الطبيب نفسي اي خطر فما الطبيب نفسي هو نفسيته راه متكونة من حاجات لسيقة وليدة لطبيعة مهنته المهنة تخلي الانسان بصفة شوية مبسطة الانسان لا مهبور طبيب نفسي هو بيدو داخل بعض لا من يسمى يقولك الحركة العميقة لانسان الكوارجي عنده ماشي متاع الطبيب عنده ماشي المحام عنده ماشي القاضي عنده القادة الماشي متاع اللي هم مرتبتين ارتباط جستوية المتاع ومربوط بطبيعة عموما نعم كما احنا نبدأ وانو يك في نيويورك ان شاء الله نخزر ونقوله ويبدأ بلان شعر ويبدأ مشلقوبية تونسي على خاته فما حاجة فيه ماشيت وروحوا اي مناعرف في بعض الحيات ماتجمش باديكودي يصاب ولكن متأكد ويطلع تونسي فما صندق تشلق به أبسوليما يسميه الجستوس فوندمونتال كل الشعب عنده الروح وعنده الميكانيك واللي ما يفهمها كان طو مثلا انا بالشارق نفهم شكون من هنا شكون من سوريا شكون من لبنان في الجزائر نجم نفهم مازالا في المغرب نجم نف لأني ترددت على البلدان هذومها نجم يعني كريت الصناديقة هذيكة ليش مفهم فرق بين العراقي والسوري واللبنان معنا فما اليوم اقراب لبعضهم اما تشلق به اقراب بعضهم خاصة لبناني والسوري قرب بعض والسورية سوريا شعب واحد في بلدين شعب واحد في بلدين كما احنا وتزير وليبيا ومغرب وشعب واحد في بلدين مختلفة يحبوا يلمون كل عام ما تمتش ان شاء الله المغرب العربي حاجة باية حلم كبير برشا وحلم ان شاء الله انلمن بيه اقترح لحبي بورجيب انلموا تونس وليبيا وخطاب البلماريون وفما بتاع المغرب العربي المنظمة الوحدة المغرب العربي حاجة كما كية شعوب مريقلين مع بعضهم الفوريقلين بروبليم بوليتيك ولكن انا نمن المغرب العربي وليبيا وتونس وجزائل والمغرب وموريتانيا ممكن يكونوا حاجة كبيرة لا يستهينوا بها ويحسبوا لها حساب في العلوم في المعارف في الثروات في كذا ترى انو نتحدو في افكارنا مش نوالي ودحدو حتى الساعة في الفلوس الساعة العملة حتى في العملة وبعد تنشوف نبدو بالعملة في العملة والمؤسسات وكذا بشوي بشوي كما كان في ديرالي موجي كرواء انا نمن ياسر بالمغرب العربي الوحدة العربي ونبدو بالمغرب العربي بالعملة المغرب العربي نرجعوا الممثل شوية قد اش مهم التفاهم مع البرتونير اللي معاك فتح الهداوي انتي مثلا في سنوات ياسر كنت معه منصف فكان موجودة مش امام ما جمعوكم مش بعض المشاهد البرتونير اللي معاك مادة تفاهم معاه مهم ياسر في المشهد اللي يوصل لنا يزم الخدمة بتاعنا هذي تعلم تخدم حتى مع عبد مكش متفاهم متباع في الحياة الاجتماعية تتحط فيهم ولازم تتعامل معاه يلزم سني بالوكا سانا جميتي انا عمري ما كان عندي اي اشكال مع زملائي وقتين يصوروا مع بعضنا فما كان المودة والمحبة دمون كوتيد وتفصون لكن الموثلي نجم يتيح فيهم لكن يجب تشوف بعض احيان موثليين عندهم مشاكل خارج خارج العمل اه خارج العمل اما ينسي المشاكل لانه معدش هما هما لبسوا احواج شخصية سنو سان بلو الامام طبعا في الشيء ذي يلزم الصداقة تقوي والخدمة تقوي الصداقة من المفروض ما هذا فيه شوية رومانسيات اه انهارت اللي جيت من المسرح للتلفزة للتلفزة فتح الهيد داوي اشنو طيشت فعلا برشا يلقاه صعوبة في المرور من المسرح للتلفزة مع عمري ما حسيت بالصعوبة هذه وعلى كل حال بنسباني ناسيلا لم يمشي تقريبا نفس الشيء نفس الشيء انا مثلت صغير رهو في التلفزة اه اموني كي انو انا بيدي ما نديش وعي بالموضوع مثلت في مالك ابنه انس عمري تخض حداش نسنية تقريبا مع سي جميل الجود اللي هرحم هو مالك الله يرحم وهنا صغير عجبتني قل بنص وكذا صغير هذي كاول لكن فما عديد من الاشياء نعيشوها ويلزم نعيشوها كأطفال متعقد خدمة الممثلين هي ترمي روحك في بعض الاحيان محسوب مش ترمي روحك وفما احجر الخارج مذبب لأ محسوب انما جانب المغامرة او جانب العيش حتى في الحياة اليومية وفي بعض الاحيان نحن من المفض نعيشو جوانب من حياتنا وردهات من حياتنا بوعي طفولي هي بالدرجة اصدم ورب كبير ورب كبير المخرج فرانسيسكو بولا يقول الانتصار على الخوف يجب ان تخطف يجب ان تأخذ تأخذ الريسك وتجرب ونشوف بانسور فما ناس كوبولا يتكلم كين ويتكلم كونفورت بلوما خاطر كوبولا من النوع المخرج يفرق يسر يلقى يلقى فيسا يفرق 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 يو مخرج قد فاتر وفما وفما ناس خلق يلقى يلقى وفما يفرق 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 وفما يلقى معطيل لهم يقول معطيل ومعطيل يقول زند فاته الهدائي معطيل كممثل ما يفرق يفرق يلقى ها سريعا إن شاء الله معطيل كالكمفور كاليزانس غير ما يحد يبدأ مغسور وداخل الباب كاليزانس نعمة من عند ربي معطيل هي هداية من عند ربي يعطيك صحيح رائح في الموضوع وني با ريال مان رسپنسابل أنك تلقى الشخصية وكل حفما حاجة ربانية مش أنت رسپنسابل قد ما هي حاجة إذا كان تلقى حاجة وانت ما فكرتش فيها ولا ما فركستش وكل إش معاني لقيت كاكم سايب هلومور مفما حاجة جدي قد لك أنا راه موضوع ذا سيت ري برسونيل سيت ري زندين سيت ري برسونيل لأنه ما عنديش أجوبة كل. وخايف لا تسألني قولك ما نعرفش تقولش بيه يحكي دي في حكاية هكاة. بالفعل ما نعرش. فعلا هي حاجة. والله ما نعرف بسراح. ما نعرش بالضبط مين جاي هي. ما نعرش جي كيكا وكهو. جي كيكا وكهو. علش نسمو سعاد جملة فولين كرر نفسها كممثل رغم العمل مختلف وبطاقة تعريف الشخصية مختلف. شون اللي يخلي ممثل إثقال عليه سعاد كرر نفسه. يفوقو زي لا كيسيون الناس اللي يقولو. انتي تلاحظ سعاد تقول هذا كرر نفسه. نجم اللي حظي. مثلا فما تحدي بين الحاج في ولاد مفيدة اللي هو وزوز خارجين تقريبا عالقانون. الحاج ولاد مفيدة وفي براءة والناس. هنا فما تحدي حتى ما نمسش نفس الحاجات. مش تحدي. سوف ينتو سؤلو سي. كيف كيف. لانو والناس ما هو اشي الحاج. ما عندهم حتى علاقة ببعض. نجم يكون يعرف بعضهم من بعيد. اما واحد كما الحاج ما يخلطش. ما يعني الحاج. بو بكر. موش من الخلط المتاعه والناس. والناس يتنانيو بالنسبة لي. علوش. الحاجة صغيرة متعددة. يعني كوميرسان صغير ويحاب يخصوص إنساء وكل مش فهم الحياة. بالنسبة. الحاج بو بكر. وبالنسبة ربما للناس. الحاج بو بكر مش يتكلموا بكل. هذا هو موضوع. لا يدور بي. هذه تخيلات بين الزوز شخصيتها. ثم لا يتربطوش برشة. الدخول للشخصية. حكينا عليه الخروج منها يبطى ساعات مع فاتح الهدداوي. يوفى يوفى. فمش تقعد معها خاطر. لا يعرفش. انا ما يقض معي شيء. انا من لقطة اللقطة لا نسيت. بين لقطة اللقطة لا يرجع فاتح الهدداوي. ساعة ساعة في اللقطة نفس. في وسط اللقطة. لا جريبة. لا فمش. نجم حاول نتفهم عبدي قولك أنا مثلا عملت شخصية وقت. تعادلت معايا فاتح. شهرين بعد مر قدش وكل. شهرين بعد مر قدش. تفهم لكن ماكش حكاكة. لا لا بدي توب. علش؟ شسيبا. حكاكة. هو مش العادي انه تقعد فيك. من عرش نوع العادي ما أنا. ما قادش حد شيء. يعني اليوم كان تبقى فيك الشخصية وقتها وين تستغرب انت. تقول ش صغير فيها. تبدلت. ما عنداش مجال. أنا ما عارش مسلسيتي كله لفليم. لو ما شفتمش كله. شفت بعض اللقطات. ما تعرف ش صار فيهم صورتهم انتي. صورتهم. تصور وزيد تفرج. تصور. برش عليك. انتي غالبا تصورهم ما تفرج فيهم. تخلينا احنا نفرجهم. نتابع مثلا عشرين حلقة شد. بدقيقة بدقيقة يومين. ساعة نحشم قعدوا الناس نشوف حلقة كاملة. أما عموما نعرف دو كويساجي. لكن فالحيان فالحيان ما شهد نحب نعود نشوفهم فرقس عليهم. مش نعود نشوفهم لأنه في التصوير أثاروا انتباعي في حاجات. وفاهم عليك فيسبوك. فاهم عليك يقول لك الوبر بربي شوف هلقة ذي كده. أما بشوية حد سيببوك. هو بزهرك معانا بعض بشن غصب عليك تشوف مشهد. من عمل سبق. شرفنا دي. قبل هذا اليوم تقول علينا احنا اليوم في تونس. كصناعة كخلق. ما شاء الله علينا. أما محتاجين دفعة انتاجية. ولا محتاجين دفعة في الزوز. محتاجين تنظيم المهنة دي. لأن المهنة ها مشكلة في تونس. هاي اقرب للميكروش وعي سيفاتها. حاجات في تونس واجب الان ترتيبة. اللي هي مهنة سعب. ما معنى واحد يخدم ممثل. ما معنى؟ وشمعتها موسيقي. وشمعتها كوراء. وشمعتها موزع. وشمعتها الدرباكجي. وشمعتها التراجي. وشمعتها بريميرول. وشمعتها ممثل إذاعي كهوة. عندهم معانى واضحة وضائعين علينا؟ ولا ما عندهم مش معانى واضحة؟ هذه مهنة مهنة تتنظم تتنظم. توقجي تنظم مهنة تع المحامي. تقول المحامي هو شخص يعمل كذا وكذا وكذا. هاي حدود خدمة متاعه. هنا يبدأ هنا يوفى. هذا كله مرتب. منظم بقوانين. ووضيحة المعانى. أحلى شيء دائما عندناش في نوصل. يجبنا قوانين تقن المهنة هذه. يجبنا ترتيب وتنظيم المهنة الفنية الكل. ماذا معلت هوا واحد كاتب ماذا؟ اخوي اشتخدم كاتب؟ كيفاش؟ اشتخدم؟ اشتخدم بانتر؟ ايه؟ زيد شوية. شنين نجم يزيد بعد بانتر؟ اوه لا لا. ماذا رسمت؟ منين نرسم؟ ما هو هذا مرتبط بحياته الاجتماعية. البانتر كيفاش يعيش؟ إذا تحدد انت طبيعة المهنة متاعه. تلقالو كيفاش يعيش مثلا. اعطيك مثال باش نسهل لك الموضوع. مثلا في اوروبا في فرنسا لقاو شايفو من عشرات السنين انه ممثلا نجمش يكمل مسرحية يبدى فيلم يكمل فيلم اورا بعض. فهو عنده في طبيعة مهنة انه بعد ما يكمل حاجة يرتاح شوي. اذا يرتاح شنعملو ما يكلش؟ يرتاح خلقه حاجة اسمه الانترميتان دو سبكتاكل. اللي اللي هي اللي هي انترميتان دو سبكتاكل معاتها هو يتعاطى معاش ومرتب حتى كيكون ما هوش في حالة عمل فعلي. يكون بين عملين. ساعة ساعة بين عمل وقت ثلاثة شهر الاربعة شهر. فترة. اما اقترح عليه حاجات ما ما عجبوش. و الا ما اقترح عليه حد حد شيء. اما هو انترميتان دو سبكتاكل. اشي يعمل؟ ماذا يفعل. هذا يتابع موضوع كبير ومعقد ولكنه هو بسيط. كمبليكس اما بسيط. يتريقى الموجودين امثلة في كده في العالم الكل. شنو الحلو اللي لقينا الامريكان بالنسبة للمهنة ذي الكل. شنو الحلو اللي لقينا الجورة. شنو الحلو اللي لقينا اليابانيين. شنو الحلو اللي لقيها السبنيو. نجد ندعو على قد بالبحث. نحن نجد نستفيده كما الادب المقارن. نتجرب الاخرى. نفهم كيفاشو ما عاملين ونجيبو هذلك كل. نتونسوها. نقنو هالمين هي على بيكرة ابيه. اولا. اثنين يجد نحلو مشكلة كبيرة حويسة اللي هي حوق التأليف والمكاية الفكرية. دروادوتور. مشكلة كبيرة يسر. لانو كتمشي في البلدان الاخرى. كي تدخل في اسنسور تسمع موسيقى راه ومول الموسيقى يخلص عليها. كي تدخل في مطار. في مول. في مول تسمع موسيقى راه و المؤلف متاع الموسيقى مفهم ايش لعب. في راديو. راديو. خليحات. راديو براسري. ريستوران. قهوة. كي تحط موسيقى ذاك انتي مول القهو رك بش تخلص عليها. تدفع. لذاعة. واليزوسوسيوه. والكذا. والكذا. هذا كله منظم ومقنن ومريقل عند الناس البر. يجب ان نضبط مشكلة حقوق التأليف والملكية الفكرية. فما مغنين كل يوم نسمعوا في غنيهم في الإذاءات والتلفز بلوشي فما ممثلين كل يوم نتفرجوا فيهم بلوشي إعادات إعادات هذا غير معقول في الإعادات يعود يخلصون برا طبعا ما لشنو حتى في المشرق في الدول العربية لا ما نحكي الدول العربية رب يعينهم نحكي لك على فما بلدين حاسم الموضوع ذي مناطق في الدنيا حاسمه لكن احنا مزلنا بعد الموضوع ذي أرجو أنه تونس كبلد فتي وكبلد جميل وفيه دائما تنسج على منوية الدول هذيك هذا باب التحضر هذه علامة من علامة التحضر أنه المبدأ متاعك والفنان مش تصير له مصيبة يمشي يجري مش يطلب الفلوس من وزارة الثقافة يخوزر الثقافة هي وزارة الصحة ولا وزارة الشهول الاجتماعية وزارة الثقافة عنده خدمة أخرى وعنده موازنة أخرى وعنده كذا علاش يظل الفنان مش يمشي يداوله يتطبب ما هو فم هيئة أخرى هي المسؤولة على الموضوع ذي هنا تنظيم المهن الفنية وكذلك مسألة الحسن في موضوع حقوق التأليف حقوق المجاورة المجاورة كل هذي الدولة مسؤولة عليك كله الدولة الدولة زيما هي تخول وانتي لقع من وزارة الثقافة هذه وجهة الدولة أو زيادة شنو معتها ويعد يجي يعمل المسلسل ولا فيه وما يخلصش العباد يتعد وما هو نرمال ومازال يعيشها فتاها الديو يعني عيشوا فيها الكل يعني هو حدث راو حدث انك تخلص قلت البارع مع الولاد فين فليات مع مر ويانا هي يقولون نكلموا بعدنا وقلوا آه خلصت خلصت يبار الملك يقولون نكلموا نعملوا قاو احتفاءا أنه خلصنا خلصوا هذا جهد التريقيل خدد الدولة سي الاربيتر مازم نش تسمح بالتجاوزات أذوبا أنه عبد يخدم ناس عندهم عيل ويتعدى هكاك ويعطيك شي المشكلة أنه الباب تحل فتاها الديو محلول هو كان مسكل بذيق بذيق بل وبداية تحل بشوية بشوية طوى مشرع طوى مشرع طوى مشرع ما عاشي خافه من حد شي ما عاشي منه لازم يخام الممثل في العمل اللي بشيرك فيه مثلا المسلسل معاوية اليوم التاولات عدة هوا تكلف 300 مليار لأنه فيما برشة جدال حتى في مختلف الدول العربية عالشخصية هذي وانتي تعرف نيزعات مع علي بن ابي طالب يخام الممثل قبل ما يشيرك في العمل علش بش يسير بعضه من كلام من مشاكل قد تكون لاحقة بالعمل مسؤول على الشي هذي عموما الممثل النجم شوف مثل يقبل يرفض ما عمدوش حال اخر يخوفك معاوية كفكرة سادة ابو عملنا عمر رحمه عملنا عمر رحمه عملنا عمر رحمه انا مع عمر من الخطاب حاتم علي الله يرحمه حاتم الله يرحمه اخذ الموافقة والمباركة متاع عشرة عشرة شيو اخر مشيعة ومسسنة قبل ما يبدأ طبعا ما كانش ما يبدأش يمكن معاوية ما اخذيش هذي وذي اللي يتعب لا اعلم ما الذي حصل في معاوية انما دائما المسلسلات تاريخية دينية تاريخية دينية تاريخية فيها اشكالات من النوع ذي لانه في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان المسلسلات عندها فكرة عندها اديولوجيا عندها رسالة تحب توصلها في بعض الاحيان تكون مشطة وخاصة قد تقع في بعض الاخطاء التاريخية لتعمل برشة مشاكل هذا موضوع اخر الاخطاء التاريخية حاجة اخر موضوع اخر محكي لك على الو بواندوفيو عندها وجهة النظر انتي بش تعمل مسلسل تحب تقول كذا 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 باهي كذا 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 خيب وطيب وعادل فهذا اشكال موجود لكن ما يزمش انسان يكون ساذج انه كل اي عمل كل اي مسلسل كل اي فيلم وراءه رسالة تخمن فيها انتش بش يوصل من خلال وراء نظر ما تحسش الاعمال التاريخية من عمر 2012 صعب عمر عليهم من بعد صعب عليهم مياسر خاصة في العمل ذاك اول مرة يصير تجسيد الخلفاء وما الى ذلك صعب على ما بعده من اعمال تاريخية مراش اذا صعب انما كانت اوج الاعمال التاريخية كانت في 2006 و7 و8 اي وتسعة وكي جيت كي جيت هو اول عمل كان مريقل واموره محسومة قبل ما تبدأ الثورات في العالم العربي وحنا كصورنا في اوج الثورة الثورة تونسية او الثورة في مصر 2011 ويبيا وسوريا وتعدى في 2012 صورنا في يبدو انه هنالك الاولويات انت عن الناس اللي تنتش اختلفت قبل في التاريخ اختلفت بعد الثورات العربية تشوف في العالم شون يصير الحروب وكذا في جنبوا جنبوا بفما اولويات اخرى على كل حال صار الخاسرة ضعيفة هي الصرفين فلوس كبير ها والان الساعة والدية مشكورة قاعدة ترجع في الالق هذية انك تعمل مسلسلات تاريخية كبيرة تصرف عليها اموال طائلة وتبنيلها ديكورات وتعملها كذا ودالي للأعمال اللي هي تنجس فيهم ام بي سي وشاهد وعادي ان يلقاه في رويش تمويل كبير تمويلات كبيرة شخصية ابو سفيان في مسلسل عمر هذا المشهد اللي قدامنا ونحب هو نعاود ونسمعوه من عن فتح الهديوي خاطر فتح الهديوي الممثلين توانسا اللي يخدم بصوته هو نغمته هي اللي قاعدة تخطفهم بعض الممثلين حاطر من مختلف دول مش صوته اللي تعادل الممثل لكن زدنا صوت آخر لانه النغمة لتتماشى مع الشخصية اي ها وقدامنا المشهد هذا هذا فتحي شو ففي المشهد لابو سفيان مع هند فنحب نعاود نسمعوه من عندك كانت جيت المغني جيت المغني قلت لغني انه نحب نعاود نسمعوه لانه ان المشهد اللي يمتعني برشة لشخصية ابو سفيان مع هند في مسلسل عمر اسلمت ولكنني اغالب نفسي على ما فيها من هاو السنين الطويلة لقد قد تولى من العمر اكثر مما بقي واني الالتفت من حولي في مكة فأراء الثياف القديمي تنبعث لي من كل ركن وطريق وطريق والحياة كما كانت علي والناس عطبة ابن ربيعة ابو الحكم من الوليد ابن المريرة وميت ابن الخلف منظمش والعاص بن وائل وابو طالب وعمر بن الخطاب سفير قريشة ومصارعها والمنافر عنها بلالة يحمل الدلاء و منعشني يا كذولة منظمش النار الي سيري خالد بن ريد قائده قائده خيلي قريشة وصاحب قبتها عمر بن العاص دهية قريش وانا وصفيان سخر بن حرب ابن قمية ابن عبدي شمس ابن عبدي مناف وصبحه سيدة قريش بلا منازع متعة كان العمل هذك باها يقول تسلينا فيها من امتع معاش فتح الهدداوي باها من المسلسلات من الاعمال الباهين استمتعنا اولا التقينا مع ممثلين صحابنا من عدة دول العربية وصورنا في اماكن رائقة صورنا في سوريا شوية في المغرب برشا واللي انا نحتفظ به كذكرة طيبة انه مدير التصوير والصورة كانت تونسية تونسية محمد مغراوي تحيالي والبناء والأولاد جماعة الصورة اللي هما قبلوا بلاء حسن والصوت كذلك كان فيه عدد من التوينس نعم نعم قديش دائم تصويره لأعتقد عدد سبعة شهر سبعة شهر سبعة شهر سبعة شهر دائم العمل هذا اللي من اخر عمال الناجحة التاريخية وتوحشنا فتح الهداوي في عمل تاريخي أنا بيدي تشتاق لهذه الأجوال الحب للعمال التاريخي والحسنية وكل جو خطر حنا نستمتعو بهم فم الشخصية تاريخية فتح الهداوي اخر فقرات البرنامج شهر ستانزلافسكي الانترفيو يلا ستانزلافسكي يوجع ضدم الأسألة الممثل قبل ما يولي معاه ممثل نحن نأخذ هذه الأسألة نوجهها اللظيفنا فتح الهداوي نحن نساعدين لانتمعانا أول سؤال هو يقول من أنا فمن أنت فتح الهداوي يعرف يعرف جزء من الحاجة هو كل يوم يكتشف من هو الجزء اللي تعرف هذوم أسألة ما همش فيهم أجوبة واضحة واضحة دائما الإنسان هو لغز الإنسان أنه يعرف أشياء على روحه فما جوان بيعرف مش وفما جوان بيكتشفهم تبحث على من أنت لا أبحث واحد ووحد أنت ما عندك حل إخر إلا أن أين أنت غير أنك في إيفام وفي تونس وفي المرس أحنا توفي عمر معين ووضع معين في بلادنا في تونس في عام 24 هذا التاريخ الموضوعي الجغرافي الموضوعي يعني ما زلت نحلم لا يتوقف الإنسان على الحلم لا يتوقف مهما طال به العمر مهما طال به العمر طبعا إخي ما كانش إذا كان ما يحلم مش لباس وفي الحلم وفي الشغف معه شروح أي بينش الحلم هو من الأشياء اللي تخلي الإنسان يستمر فيما هو فيه أحلم بي تحلم بأنك تخدم خنتك مليح أنك تعدي لتعرف قدر الإمكان للأجياء اللي أصغر منك أنك تحقق حاجات باية ليك ولأولادك ولعائلتك ولبلادك ولوطن بتاعك هذا هو معني سيد سيد الرفض الاترومة أحلم من الإنسان من أين أتيت من هنا من هنا ملاك ملاك لا 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 الأفكار اللي جيت من من أين أتيت نحن محظوظ الجيل محظوظ لأن كبرنا وكنا مراقين في الثانوية كنا نقراه عند أساذ من مختلف الانتماءات الفكرية والإديولوجية وكانت أوجي المعارك الإديولوجية له السبعينات وآخر السبعينات وكذا فنحن كان نكون يتقاذفون أنا وأحد يحب يردك قومي عربي أو يحب يردك أو إسلامي وأنت تواجه في هالزيت هالزيت وأنت مش تواجه لكن نحن نوع من المسافة بين التماهي مع التأثير هو المسرح المسرح هو مختلف في الحاجات تفهم المقدر تفهم بش ناج تتكلم مع الناس ماذا تريد فتح الهديو أنا السلامة ما هو العقبة التي تناجم تمنعك من وصول للهدف ليس عقبة باتيزم الخدمة والصدق الصدق السنسيريتي كان هذا آخر سؤال سؤال إضافة ما من الممثلين التي فقدناها مراحلوا علينا تتوحش وبرش والله نتوحش كل فقدناهم لأنه لدينا أوقات مع بعضنا بطبيعة الحال يعني اللي مشاءوا مشاءوا مستحش هم فهموا نستحش علي مصباح منصف لازعر سويسي هشام رستو هشام أحمد السنوسي حطاب الضيب زين موغو أصدقائي وعشنا مع بعضنا وعملنا عشت مع بعضنا بتفاوت طبعا لكن كل إنسان اللي تعاتيت معه وقعدت معه وخدمنا مع بعضنا وكلنا جميل جودي وتصحبته في وقت ما وتصحبته وكل ومجيل وحبنا بعضنا وحترمنا بعضنا وعشنا مع بعضنا وخدمنا مع بعض يغيذك كما قريب لك يولي قريب منك أنه فهم ذكريات مشترك وتلك الأيام وشميعا في العيد لأنه ناس ناس عندهم كان عندهم وقع في المجتمع وكان عندهم حضور وخدمه وتلك الأيام ندولها بين الناس نستلجى الأيام هذه شكرا لك فترة هداوي على الحضور فرحلين برشا أنك كنت أخر ضيف لنا في الحسن نختمو بي كلام وكلمة الختام لك أنت إن شاء الله أعيد مبروك على يفام وعلى علي كنتي وعلى الجميع الفريق هنا ليفام هم أصدقائنا وعملت هنا مدة باية معي ثم إن شاء الله أعيد سعيد على تونس وعلى فلسطين وعلى العالم الكل الإنساني الكل حتى تنتحي منح السلام والسلم والمحبة على الأقل لكي الناس نجم تواصل مع بعضها إن شاء الله ربي يرحم أمني وربي حق أمانينا إن شاء الله ربي يرحم السلام ربي يرحم خواتنا في فلسطين ربي يشفي الجرحى ربي ينصر المقامة شكرا فتح الداوي على الحضور شكرا لكل الفريق اللي كان معنا تيلة شهر رمضان عزيزة وتي في الإخراج ملك معلاوي في الأعداد وقام رابح في اليافم تيفي أميمة قربي ورقوف الحمر في الويب نتقابل وحنا في مكان آخر في زمان آخر شكرا على المتابعة عيدكم بارك سبحة الأخير اشتركوا في القناة